لأن هذا التعبير هو الذي أوقع كثير من علماء المسلمين في أنه قال نعم اختلف علي ومعاوية ولكن كان علي أحق بالإمامة يعني معاوية أيضا كان على حق ولكن علي ماذا كان أحق ابن كثير غير ابن كثير مجموعة هذا نظرهم أنه نحن نفضل عليا على ماذا هو بس بعد باقي في التاريخ أنهم يفضلون معاوية على منه طبعا يكون في علمكم أنه كل علماء الأندلس في ذلك الزمان كانوا يفضلون معاوية على عليا هي ليه يتبادر إلى ذهنكم أن القضية هي من المسلمات لا 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 أبدا أبدا بإمكانكم أن ترجعوا إلى كتاب النصبي والنواصب دراسة الدكتوراه من أهم الكتب التي كتبت في هذا المجال النصب والنواصب هو يبين بأنه أساسا في فترة من الفترات كانت الأندلس هي مركز ومعدن النصب والنواصب فينقل آراءهم ومن آرائهم ماذا ومن آرائهم أنهم كانوا يفضلون معاوية على علي ويجعلونه هو الخليفة الرابع وإلا علي ليس من الخلفاء وبعد معاوية من يزيد من وهذا هو الذي سار عليه ابن تيميام يكون في علم الأعزاء ابن تيميام سار على هذا المنهج بشكل واضح أدخل معاوية إلى الأئمة الاثنى عشر وأدخل يزيد إلى الأئمة الاثنى عشر الروايات الواردة الروايات الواردة من بعد اثنى عشر أمراء خلفاء أدخل معاوية قال لا إشكال في دخوله أدخل يزيد قال لا إشكال في دخوله أدخل أولاد مروان ابن الحكم الأربع مولانا قال لا إشكال في دخولهم أما الحسن والحسين فعلى الجزم واليقين ليسوا مشمولون بروايات الاثنى عشر يصرح يقول خوش شباب كانوا هو طيفين هم ماتين ولكن شنو علاقته وأما علي سواء قلنا أنه يدخل فيهم أو لا يعني محل جنو محل الكلب هذا منهاج السنة مولانا المجلد الثامن بهذه الطبعة والمجلد الرابع تجدوه كاملا هناك عند بحث مفصل الخلفاء الاثنى عشر منهم طبعا ينقل الروايات هم هو أي مهمة ينقل روايات أن إسماعيل بشر بهؤلاء العظماء متصور بأنه يقول بأنه من يعرف الروايات يقول لا إسماعيل بشر بهؤلاء العظماء من هؤلاء العظماء عزيزي منه معاوية ويزيدون على الأحوال هذه من شاء أحق بالكم منه اشتركوا في القناة